يوم يريد أن نبدأ التساؤل من التساؤل الذي انتهى به التقرير يليخوص الثانعشر من هذا الشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ربما ستكون هناك عواقب بالفعل وخيمة على الاقتصاد البريطاني وخروج حاد سيد وائل حماد محلل أسواق في شركة ICM Capital ربما يجيبنا على هذا السؤال سيد وائل أهلا بك يعني عواقب وخيمة أم أنها لن تكون وخيمة يعني حقيقة المشهد معقد جدا بالفعل وخاصة مع السجال السياسي الذي نشهده منذ تصويت على الخروج من الالتحاد الأوروبي يعني ربما في هذه المرحلة مع أنه صحيح هناك مشهد معقد ولكن إذا أخذنا المعطيات هي جديدة الآن هناك خيارات تتقلص الخيارات في كل مرة أيضا يعاد طرحة على البرلمان دخول البرلمان على الخط يعني ربما في هذه المرحلة أعتقد أنه تيريزا مي كحامل لهذا الملف يعني لم تعد ذات فاعلية يعني ربما البحث عن شخص آخر يعني يحل مكانه لأنه بما أنه هي متمسكة في رأيها وهناك معارضة أيضا متمسكة في رأي آخر ودخول يعني الآن بدأت الأسواق أو الشارع البريطاني يرى أنه الأمور السياسية بدأت يعني تحل بدل أنه ما يريده الشعب يعني الشعب يريد أن يكون هناك خروج لفائدة لفائدة بريطانيا ولكن الآن بدأت الحسابات السياسية وربما الانتصارات السياسية بدأت دخولها يعني بشكل أو بآخر بدأنا نشوف هذا الشيء يعني المعارضة دائما تقف في وجه تيريزا مي في أي اقتراح تريده أو خطة تريدها أيضا الاقتراحات ومن ضمن الاقتراح الذي كان مفضل وأنه وجود بريطانيا في المنظومة الأوروبية أو الاتحاد الجمهوركي أيضا الذي كان نحن نشوفه أقرب إلى أن يكون هناك توافق عليه أيضا تم رفضه يعني يبقى التاريخ المحدد 12 أبريل هو التاريخ الذي قد يكون هناك فصل يعني خطر على هذا الخروج ونهيك أنه الجانب الأوروبي لم يخفي أنه هو على استعداد على أن يكون هناك خروج من دون اتفاق يعني بدأ يتململ من هذا الفشل وفي حالة الململ التي ذكرتها يعني حتى المستثمر ربما في بداية الملاف كان يتابع ثم وكأنك تسأله هل تتابع؟ مثل لا يرغب في سماع المشاكل خلوا المشكلة تنتهي وعطوني النتيجة في نهاية العمر بالتأكيد مدى تأثير هذه الأخبار واليوم بدأنا نسمع أخبار متفائلة نوعا ما يعني بدأنا العامل بركود اقتصادي أو مؤشرات ركود اقتصادي مؤشرات نمو متاباط في العالم لتظهر لدينا بيانات صنية جيدة تظهر لدينا إضاء بعض البيانات الأمريكية جيدة مع انكماش في ألمانيا إلى أي حد تعتقد أن الصين ستكون المنقذ لتغيير نبرة الصوت المتشائمة ما رح نسمع كلمات ركود وإنما حال التباطؤ فقط يعني الصين لعبت دور كبير في الفترة الماضية وخاصة بعد الأزمة العمالية العالمية الكل يشهد بأن الصين والنمو الصين كان قاطرة لنمو العالمي ولكن إذا ما نظرنا إلى من العام الماضي وحتى العام الحالي أن هناك ضغوط كبير على الصين إن كان في ملف حرب التجارية العالمية إن كان في تضخم الديون لدى الصين وأيضا السياسة البنك المركزي الصيني اللي نحن نشوفه هناك عدم وضوح في الرؤية كان هناك في تسهيل في بداية العام الماضي الآن نشوفه يتجه إلى التشديد بالنسبة للصين تبقى الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم نحن نشوف أنه ما يعزال هو القاطرة لهذا نموه خاصة الجانب أو القطاع الصناعي الصيني اللي هو بشكل كبير يكون هناك تبادلات تجاري مع أوروبا مع أمريكا مع الاقتصادات الناشئة إذا لم تتم تخفيف الضغوط عن هذا الاقتصاد ربما يكون هناك عودة الإيجابية إلى السوق الصيني كبيانات تحمل إيجابية للأسواق الأخرى صحيح شهادنا أيضا بيانات الصين بالأمس الخاصة بالقطاع الصناعي وشهادنا بيانات الأمريكية أيضا الخاصة بالقطاع الصناعي وهتحسن أو ارتداد في شهر مارس من أقل مستوى كانت قد وصل إليه القطاع في عامين هذه البيانات برأيك هل ستقرأ الأسواق بشكل إيجابي ويمكنها التأثير لعلى فترة طويلة ما أن تأثيرها كان مؤقتا لجلسة أو جلستين وتعود الأسواق إلى المخاوف الخاصة بالتواطئ من جديد نعم بالنسبة للبيانات الصينية إذا أخذناها لوحدة أنه بعد أطلت السنة الغمارية الصينية هذا بالعادي نرى البيانات الصينية الصناعية خاصة تحدث نوع من التشوهات في البيانات ولكن تبقى إيجابية بما أنه هناك في نشاط اقتصادي واضح بالنسبة للبيانات الولايات المتحدة الأمريكية هذه البيانات إذا ما أخذناها وقصناها ببيانات 2018 وخاصة في أوائل 2018 هي تبقى أقل من البيانات 2018 ولكن عودتها إلى هذه المستويات على الأقل 2018 بعدما شفنا ثلاث أشهر من التراجع يعني تحقي بعض الإيجابية وخاصة أيضا إذا ما شفنا الشيء اللي يتعلق بالتوظيف بهذا القطاع كان هناك إيجابي الأمر الذي يعكس ربما قد يكون هناك بيانات وظائف في يوم الجمعة قد تكون هناك يعني نوع من الإيجابية في هذه البيانات لهذهك شفنا الأسواق عم تتحرك بإيجابية شكرا جزيلا لك ضيفنا سيدوائل حماد وأنت محل الأسواق في شركة ICM Capital شكرا جزيلا لك